خرجت أنباء أن حضرتك اتكلمت مع سيد عمرو موسى في حالة ترشح المشير على فتاعة السيسي أنت مش ناويت تترح نفسك هذا كلام أنا أعلنته من قبل وقلت منذ الانتخابات الماضية أنا أملي أنني لن أترشح الانتخابات القادمة وحينما شن الإخوان هجوم شديد عليها لأنه كنت أولى المطالبين بانتخابات مبكرة إياما رئيس مرسي قبل 30-6 كنت أولى المطالبين أنا وحزبي بانتخابات مبكرة انقذ للوطن من أن يقع في كارثة الانقلاب العسكري أو كارثة الفوضى فطلبنا بانتخابات رئيسية مبكرة فإذا بالإخوان يعني يشنوا حملة رهيبة علي أن أنا بادعو الانتخابات مبكرة عشان أنا أريد أن أرشح نفسي مع أني كنت قبل هذا قلت منذ الانتخابات الفائتة أنا أملي أن تكون الانتخابات القادمة سباق وتنافس بين شباب المصريين اللي في الأربعين والخمسين وأنا لن أرشح نفسي وسأكون في خدمة أي رئيس منتخب يأتي من أجل البلد من أجل الوطن دون بحث عن مناصب ولما طلعوا الدكتور مرسي أطلق في الوقت ده كلام على أن أنا عرضت على الدكتور عمان عمي بانائب رئيس جمهورية وأنا رفضت ليس صحيحا لا أنا أقبل هذا لو عرض وهو لم يعرض أصلا بس حدرتك أزينا بردو كنت قلت أنك ممكن تغير موقفك لو تطلب الأمر أو الظروف بتاعت البلد الضبط فأنا ما زال موقفي كما هو اللي هو مش ناوي تترشح إلا أن يحصل جديد وأقولت قبل كده لا علاقة بترشح من عدم وبترشح الفريق السيسي من عدم والفريق السيسي ترشح يعني معنش أكبر مئة منهم لكن أنا نصحته إيه نوع نوعية الحدث الجديد اللي ممكن تخليك تترشح يعني أنا حتى الآن لا أجد شيء يقتضي مني أن أنا أطرش بالعكس أبريف لقناعة السابقة أن السياق اللي بتتم فيه الانتخابات وده كلام جربناه في الاستفتاء على الدستور سياق غير ديمقراطي وليس هو سياق غير حر لا يدعو أحد أن يدخل في مثل هذه المنافسة لأن أنت حينما تعلم يا أستاذ معتازه وهذا معروف أننا كنا الحزب الوحيد اللي في الاستفتاء على الدستور بنطالب بعملنا حملة ورتبناها عشان نقول لا لهذا الدستور بنفس الحملة اللي عملناها أيام دستور 2012 حملة كبيرة ودعينا الناس للنها والشعب لنقول لا لأسباب موضوعية أسباب إجرائية لكن أهم أسباب موضوعية فعملنا نظمنا نفس الحملة في الدستور الجديد لأن الإناء في بعض نصوصه ما هو أسوأ من دستور 2012 وفي باب الحقوق والحريات مواد أفضل من دستور 2012 لكن الرؤية الكلية لنا كانت أن نقول لا للدستور فإذا لهذه الحملة تواجه بالقمع والاعتقال لأعضاء الحزب الذي يقول لا الله ما أنت عندك 98 ميون نعم أو متوقع يعلى واثنين ولا ثلاثة ترجمة نانسي قنقر